اشتركوا في القناة من مايو ايار الى الوقوف على امكانيات اللاعبين واوضاعهم البدنية والصحية نهاية الموسم يعني في اسبوع الاول خاصة تكرمونتنا تقييم طبي وبدني وكذلك لكل لعبين والاسبوع الثاني وتعويض طبعا الارتفاع وبعد هذا مباشرة عيقان اسبوع نشتغل مباشرة نرجع لانه يبقى لاتلتسابيع قبل بداية الكاس العالم نبدأ ونشتغل مباشرة من ناحية التقنية والتكتيكية باش نرجع الفريق للميدان وخاصة للتنسيق من ناحية الدفاعية من ناحية الهجومية قد يكون هاجس سعدان ومساعديه هو الاصابات ولكنها في مجملها لا تثير القلق خصوصا فيما يتعلق بمجيد بوغرة ورفيق حليش ورفيق صيفي ولكن اصابة مراد ميغني تبقى الاكثر تعقيدا واثارة لسؤال مدى امكانية مشاركة نجم لاتسيو في مونديال جنوب افريقيا قبل هذا التجمع كان لدي ثلاثة اشهر للعلاج وهي مدة طويلة كانت فيها نتائج طيبة وبعدها تعرضت لعدد من المضاعفات لكن لحد الان كل شيء بخير والحمد لله حيث تحسنت بشكل افضل ورويدا رويدا سأضعف التمارين للالتحاق بالمجموعة المنتخب الجزائري تدعم بعناصر جديدة تحمل لأول مرة الوانة عناصر تأقلمت واندمجت سريعا ضمن المجموعة التجمع يسير في اجواء جيدة تأقلمنا بسرعة مع الفريق فالمجموعة فتحت لنا ذراعيها والان علينا تقديم افضل ما لدينا لتأكيد ما نحن قادرون على فعله الاسبوع الاول من معسكر الخضر بدأ بوتيرة عمل تصعودية ستبلغ الذر وتعاشية مباراة ايرلندا في الثامن والعشرين من هذا الشهر وسط ظروف مثالية وفرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم وبحضور عشاق محاربي الصحراء طبعا الذين يرافقونهم اينما حلوا الخطوة التحضيرية الاولى للمنتخب الجزائري لمودال جنوب افريقيا بدأت في كرامونتانا في سويسرا خطوة لم يلتئن فيها بعد شمل كل لعبي المنتخب ولكن ابتداء من الاسبوع الثاني من هذا المعسكر فان ساعة الجد ستحين ومعها ستحين ايضا ساعة العد العكسي للعرس الكروي العالمي حمد الوضاحي الجزيرة الرياضية من كرامونتانا في سويسرا ترجمة نانسي قنقر